لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن البلد يتربص بها عدو من الداخل وعدو من الخارج عدو من الداخل يعمل على إعادة إنتاج نظام القذافي المستبد القائم على الاستبداد والطغيان والظلم والقتل والتصفيات والسجون والتعذيب والمعتقلات كما يقولون لقد شهد شاهد من أهلها من انشقوا عن حفتر مثل حجازي ومثل قعيم بيّنوا للناس ما يجري في الخفاء قعيم يعترف وهو مسؤول عن جهاز من أجهزة حفتر المسؤولة عما يسميه مكافحة الإرهاب يعترف ويقول إن من كانوا يقومون بالتصفيات والاختطاف وقتل الأبرياء ورمي الجثة في صناديق القمامة من يقومون بذلك هم من يسمون الجيش في بنغازي ويقول إن عنده أدلة وإثباتات على ذلك ولكنه يقول لا يريد أن يتكلم الآن لأنه يخشى الفتنة حسب قوله أما آخر تسريبات سجن قرنادة مخازي سجن قرنادة آخر تسريباتها فإنه يندى منها الجبين قهر وإذلال قهر نفساني وإذلال للرجال واغتصاب واعتداء على كراماتهم إنما تسرب الآن من سجن قرنادة ليستحي منه الشيطان لو كان الشيطان يستحي اغتصاب للرجال داخل السجون هل هذه هي الكرامة التي يمنيكم بها حفتر أن يغتصب أبناؤكم داخل السجن ويعمل بهم عمل قوم لوط الذين خسف الله تعالى بهم الأرض ألا تخشون أن يزلزل الله بكم الأرض ألا تخشون الزلازل والدمار لبلادكم هذه هذه لم تعد سجونا هذه صارت أوكارا للسوء والرذيلة هل ترضى القبائل الشريفة في برقة القبائل المجاهدة هل ترضى بهذا العار هذا منكر يجب على كل شريف على كل مسلم أن ينكر هذا يجب أن تحطم هذه السجون وأن تزال اللهم إنا نتبرأ اللهم إنا نتبرأ لك من فعل هؤلاء الفجرة هذا بعض ما يفعله عدو الداخل ويتوعدنا به أما عدو الخارج المتربص فلم يعد الآن دعمه للبغاة مكتفيا بالسلاح وبالمال وبالمعلومات والاستخبارات وبالتصريحات السياسية والمؤتمرات الصحفية بل تعد ذلك إلى قصف التوار بالطائرات من غير طيار وبقذفهم من البارجات البحرية وبمشاركة عناصره على الأرض ترجمة نانسي قنقر